موسيقى كل عصر خصوصيته هلأ من زمان كان يلي بيجذب الولد هو المسلسل كارتوني اللي فيه قصة فيه عبره بالوقت الحالي اللي عم بيجذبه الولد هو الأكشن العنف فارتيخ قتله دمار فقط هذا ممتل قبل قبل كان تلك غير القصة العبره فيه حكاية وفي بعضها مقتبس عن قصص حقيقية هلأ كله تقريبا خفل كله أكشن؟ كله أكشن ربما فيه أشياء حتى تتناقض مع العادات والتقاليد العقيدة مع العقيدة لبعضها هيك نحن كمركز الزهرة نقوم بإعداد العمل نشتري العمل نعمله الترجمة والإعداد اللي مخالف لتقاليدنا وعاداتنا كعرب منغير محور القصة منحطها مثل ما هي مو كوبي كيست عن القصة الحقيقية بحيث ما يأثر على مجرى القصة نغير بالخطوط الرئيسية العريضة للصلاة طيب الكلمات تعشارة هي مهمة كثيرا في المشاهدين كيف يتم اختيارها الوالد احنا شفنا في كثير من الأعمال نشكر كلمات مستوى سواء في المحتوى في الشكل في كل شيء كيف هي دور 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 كبير لأنه تعاد أو هي شارة بداية وشارة نهاية فالولد يسمعها ويكررها وياخد منها حتى لو ما حفظ كلماتها لا هيطبق بالمستقبل يفهمها بالمستقبل أغلب الشهرات كان يكتبها مثلا في عندك أعمال كثير عن الرياضة كابتن ماجد أو ضربة السائقة أو الصباق الكبير الرياضة شو بدك تحكي عن الرياضة عن الكرة القدم نحن محتاجين كابتن ماجد في فريق تانا فدائما بتحكي بشكل عام سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرام بيحكي عن الحياة مو فقط لعبة كرة القدم نتي أس فيها الأمل نحن يعطيك رسلة أمل ايوه فم كان توجه بكلماته للطفل مو طفل عمره سنتين ثلاثة فما بيفهم لا بيفهم أكتر مني ومنك وبالمستقبل رح يستوعبه أكتر وياخده لهيه كان يحط كلمات عربية بعضهم ينتقتوا انه الكلمة هي صعبة على الطفل ما رح يستوعبه بيقول انه لا لما يسمعه ما يفهمه رح يسأل أبو رح يسأل المو شوية الكلمة رح سير عنده مفردات جديدة بعد عدراكم خمسة سنة عشر سنة رح سير عنده مغزون لغة عربية واللي لاحظناه خصوصي بالمغرب العربي لانه أغلب المغرب العربي الفرنسي على مدى عشرين سنة الناس خاصة أكثر قدرة على التكلم باللغة العربية خاصة التفل لما يكبر على هذه اللغة نعم 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 من عمل نفسه جيد نعم مو فقط للعمل الكرتوني نعم تحول شبكة تجارية ايوة بالضبط حتى عالمياً مو فقط بـ عناك بالوطن العربي بس اللي نحن هلأ متميزين بعرض الأعمال الأفضل على المستوى العالمي دائما نختار الأفضل يلي فيه قصة يلي فيه عبره يلي فيه قيام من بعد والمعيار التجاري ما أضطرش نعم المعيار التجاري ما أضطرش ما فهمت ألا يؤثر المعيار التجاري في اختيار نوعية رسوم المتحدة كمركز الزهرة كسبستون أجباري كل شركة إلى هدف تجاري نحن هدفتنا تجاري مو مثل باقي الشركات اللي تأنتجها إلى العمال عمنا هدف تجاري بس مو مستوى كبير مو مستوى كبير عفوا فقط كان قناة من القنوات الفضائية حذرة منها خبراء علم النفس أنها تسببت في انتشار طيف التوحد لدى الأطفال الصغار ونلتقيت بإنسان تأثر ابنه بها وفقد كل ملكاته اللغوية وغيرها نتيجة متابعتها والبرمجة العصبية التي تحدثها ألا ترى بأن هذا الأمر يعني هو حقيقة واقعية تفرض نفسها بقوة مقارنة مع مثلا الإخلاص يعني لا ظلم ولا حوف ولا غدرة ولا أحزن هذه أمور واضحة في مجال الأخلاق وتعزز تربية هذا النشي لكن قنوات أخرى حتى وإذا كانت بيبعديني أختي ليلى ولكنها تسببت في انتشار طيف التوحد بشكل غير عادي هذا بسبب استغباء عقل الطفل ومهاراته وإدراكه نفكرين الطفل فقط تدهي لعب ويغني ويركد ورطاب ينزل يلعب مع رفقاته العمال اللي حكيت عنها فيه منها بعرفها وأنا شخصية لما بشوفها بقول معقول طب ولد عم تعرض له هيك قصة رح يستدقوا بشوز يروح يقلد الشخصية اللي عم نشوفها وحدثت محاولات انتحار لمتابعة الأطفال لبعض شخصية نقولوها كونان هدك كثير من الأطفال ربما نسمعنا في عاولوا يقلدوا شخصيات أصلي قلدوا شخصيات وقاموا بمحاولة انتحار عفوا المويل ما المانع في إنتاج رسوم متحركة ما الذي يمنع إنتاج رسوم متحركة تتماشى مع قيمنا وتحمل إطارة المطلوبة بالنسبة وتشويق المطلوب بالنسبة لتلقينا المشكل هل المشكل في عدم الاستثمار لأنه التكلفة مرتفعة جدا أم هناك نوع متهاون والتسييف فقط وانتظار ما هو جاهز لتنين متهاون وبالنسبة للطفل بيتسلب أي برنامج كارتون بتشوفه فما مشكلة برنامج إلا الإكتبار السبب الثاني كإنتاج التكلفة التكلفة هي عشر أبعاف وعشرين ضعف لما أنت تشتري عمال 200 دينار لتعمله أنت وترسمه وتحرك وتلون 1000 دينار عكسها على 30 حلقة فقط زائد وقت لا هيك بيستسهلوا بيجيبوا الأعمال الجاهزة ويدا بلجوها و ما في شركات كبيرة أو كإنتاج مهتمة ب إنتاج برامج أسألك هذا السؤال على ضوء هذه المعطيات كيف تشتقيهم اهتمام الدول العربية ببرامج الأطفال؟ كيف مشروع سعودي في اليابان؟ كيف مشروع سعودي؟ ويابان نسبعت كيف مشروع سعودي؟ كيف مشروع سعودي؟ كيف مشروع سعودي؟ عزام فارس طبيعة هو أول سوبر هيرو عربي مثل ماربين بي سي باتمان سوبرمان هو شخصية إماراتية عربية فيها القيام فيها العادات العربية فيها الحب العائلة حب الوطن والشباب يلي عم بيقوموا العملية عليهم عم بيدفعوا من جيبتهم وهو صديقي علي في ألم برامج والسلسعيد عم بيدفعوا من جيبتهم ليساووا شيء ليأدموا لشركة أنهم في هذا العمل واحدين ثلاثة أنتجوا لأنه شوفوا رسموا تحركة جنا من دول أسيوية يعني لا تتوافق نهائيا مع قيم المجتمعات العربية حتى ترجمة تكتير ويتم ترجمتها ترجمة إلها إلها السماء إلها الصائقة إلها الحرب إلها كذا هذه الكلمة إلها مزات إلها أن تعرض في قنوات عربية وفي دول إسلامية يستخدمون هذه المصطلحات على أي فرق بين بيننا كسباستون كمركز الزهرة برجع بعيدة وبين شركات أخرى في شركات منيحة كتير ومستوها عالي ما شاء الله نحن لما منجيب العمل ومنعمله الترجمة مو فقط منوقف عند الترجمة ومنعمل منعمل منعمل إعداد يعني إله السماء لا مو إله السماء تعديل تعديل منغير الكلمة منغير القصة إذا فيها لأن عندك مرات مقاطع بالمصر السلاة ما فيك تحزفها تقطع لها كسيرة القصة مرة ترحمها فنخليهم نغير بالقصة شوي هل تتنبأ أن تنتقل ترجمة باللهجات الشامية من الأفلام إلى الرسوم المتحركة مستقبلا أبدا لا يمكن لا صحي هلا عندك المصري 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 أنه عنده حس الدعابة والفكاهة حلوة جدا يعني التيمون وبومبة وسيمبل الدبجة المصرية بتابعة إذا بتعطيني فصحة واللهجة المصرية بمبسط أكثر باللهجة المصرية هيا لأ أنت تندر بالدارجة جزائرية لا أنا مارحقها ترجموني ممكن من عدد من عدد من المصرحات طرابير سترة وطرابير خطرة طرابير سترة أعطوني يا تخيلها تندر في سينبا يعني طيب محمد توافقني الرأي أنه الاهتمام بالطفل مهم جدا في تشكيل الأجيال المقبلة التي راح هي تقود الأمم فيما بعد كيف تشوف أنت الطريقة المثلة للاهتمام بالطفل من ناحية هد الأعمال الكارتونية كيف تشوف شو عفوا ما أسمعت كيف تشوف الطريقة المثلة اللي يتم بها الإعداد لهذا الجيل والاهتمام بالطفل باش يكون معنا جيل واعي جيل أنتقف استثمار خبرات يعني في هذا المجال مجال الأفلام الكارتونيات استثمار خبرات الشباب يلي ربيوا على الأعمال الأديمة الهاتفة فيها القيام في كثير قلت لك خاصة بآخر فترة درنا بالخليج دبي لكويت أطار إحنا تونس في شباب مبدعين لأبعد الحدود بس شغلهم بيوصل فقط لعندهم وصحابهم صحيح حتى في الجزائر الموجودين حتى في الجزائر موجود شغل بعضهم هون وصدقائي على الفيس ما حدا يعني المفروض لجمي أو ما بعض شو هي جمع كل الشباب ونساوي عمل بناء على أفكارهم على خبرتهم بتقول أنها لازم تكون إرادة من فوق يعني إرادة من من مسؤولين ربما يكون إنتاجك على حسابك الشخصي وما بتدرك شاب لسا طالعي عم بيشتغل وعم بيدروس ما فيه ينتج الحال حتى أنه يعني إنتاج للرسوم وتحرك يكلف كثيرا جدا 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 نعم طيب أنتك موجود في الجزائر في جولة هل عندك مشروع هنا في الجزائر أم جيت فقط سياحة لا في مشروع إن شاء الله بعد رمضان لسا في زيارة تانية إن شاء الله و لسا عم تخطط يعني إن شاء الله ولزيارة الأقارب لأنه عمومي هون والأولاد خالي نترك نحن سوريين جزائريين ففي قسم بسوريا وقسم بالجزائر العاصمة بوهران أنا بالأصل من معسكر سيد عائلية وعمل عمل وعائلة في الكثير من الدول في سفل قابلية والتعطش عند المجتمعات العربية شوفي نجاح برنامج طيور الجنة كش كان ضخم يعني مقاتن بين باللي كين رغبة عند الجمهور لو كان تكون إرادة سياسية رح يكون هذا التلاقي بين الجانب المالي والجانب الإديولوجيا يعني الأقرب يقدر يلقى آلية ويكون نعمة تسويق لأنه كين تعطش عند المجتمعات العربية لو كين استعداد من الآباء بش يوجهوا الأبناء في نفس الإتجال أنه كل الآباء تقريبا أم يعانيوا إذا كانت اليابان ميكي كويوت كويوت تعذيت فيت هذا كمنعات منعة اليابان اللي بتتعوه لأنه دائما الضحية كان ذكي دائما يبدع رفضت اليابان أنه يجوز برنامج بش الأطفال ما يتعلموش فكرة أن المبدع فاشل رفضوا الفكرة إحنا رأنا كين تعطش لكن أحيانا ما كيش قراءة جيدة للإقبال أو المطالب بتاع المجتمعات وبرنامج طيور الجنة أحسن دليل الغرب دائما بيعمل عمال بيدبلج أو بيرسم أو بينتج عمال وبيعمل دراسة عليه نحن بجوز كوطن عربي ما نعرف ما نعمل ما نعمل دراسة ولا مشوف تأثيره خلص نعرض مرة مرتين ثلاثة باي باي طيب محمد خليك معنا فنرجع لك بعد قليل طيب محمد لو تختم لنا هذه الجلسة وإحنا ختموها مسك بالأغنية تعلوالد اللي نبلغولو سلام حار من الجزائر وقلولو بلي كينجيل بيأكملو يحبك ويرحبك إن شاء الله في الجزائر ونشكروك لأنك رفقتنا في الطفولة تعنا وربما ساهمت في نشر الأخلاق نشر الأخلاق وصناعت تشكيل جوانب من شخصية تعنا طيب صار في اثنين طارق العربي طرقان وطارق طارق العربي طرقان والدي وطارق العربي طرقان جونيور اللي هو ابني مرحبا بابا باي باي حيوة وإنت اللي حملت المشعل وإن شاء الله ننتظروا منك الكثير إن شاء الله يا رب إن شاء الله نختموها لأنه حتى هذه آخر حلقة شوف شوف الحب نتعنا أنه استضفناك في آخر حلقان نقاط على الحروف في هذا الموسم إن شاء الله نتلقوه في الموسم المقبل ونتلقوه بكم في رمضان في برنامج قبل الصحور هذا برنامج واحد آخر لكن نقاط على الحروف حتى الموسم الجاي إن شاء الله إلا كنا من الحيين نشكر دكتور يا رسالة الناس بأن نقاط على الحروف تريد أن ترسخ الأخلاق في المجتمع أخلاق السياسة أخلاق الممارسة الاقتصادية وأخلاق الحوار الراقي الذي يحترم الناس ويجعلنا نرتقي بأخلاقنا إلى الممارسة العملية إن شاء الله نشكر كذلك الدكتور بكيس اللي شرفنا بالمشاركة تعول إعطاء إضافة كبيرة شكرك ونكمله بهذه الأغنية اللي رح ترجعنا لسنوات فتت تفضل لأحمد كبتن ماجد شكرا لحافظ راح تغنو كبتن ماجد كبتن ماجد كبتن ماجد كبتن ماجد على إليكم من جديد سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمع سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمع كبتن ماجد كبتن ماجد كبتن ماجد كبتن ماجد عاد إليكم من جديد عاد إليكم من جديد شكرا محمد شكرا جزيلا شرفنا بتوجدك معنا وسلام بتاعنا شاء الله للأب لكل الأهل شكرا لكم مشاهدينا الكرام بهذا ننهي معكم حلقة اليوم والموسم هذا البرنامج يزيد واحدة يقلوا لك لازم تزيدنا واحدة سمبا سمبا قالوا لك سمبا يلا سمبا هل شاهدتم بيئبا في البرار يأكل أخا هل شاهدتم يوما كلبا عبا يدا ترعا هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يبشي سررا يشيه زورا بأذالة سمبا 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 قادم سمبا جاء سمبا عند تل بين قطعنا دبار سمبا قادم سمبا جاء سمبا عند تل بين قطعنا دبار سمبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر